التقى صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كابادي مع رئيس البرلمان لجمهورية أفريقيا الوسطى حيث تباحسا حول العديد من القضايا التي من شأنها تعزيز الأمن والتعاون القائم بين جات وأفريقيا الوسطى في عدة مجالات آدم حنفي توطيد العلاقات بين البلدين والسعي إلى المزيد من أل التقدم والازدهار لصالح الشعبين التقى رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كابادي مع نظره رئيس الجمعية الوطنية بدولة أفريقيا الوسطى عبد كريم وتباحسا حول مجمل القضايا التي تتعلق بجميع نواحي التنمية بينهما وفي ذات السياق التقيا أيضا مع أعضاء المكاتب بالجمعية الوطنية الشادية لإضاح رسالة رئيس الجمعية الوطنية بإفريقيا الوسطى التي تحمل القضايا المتعلقة بصالح الشعبين رئيس الجمعية الوطنية لدولة إفريقيا الوسطى عبد الكريم وبعد أن قدم شكره لشات حكومة وشعبه أكد وقوف بلاده اتجاه محاربة كل ما يعده عائقا للتنمية والشراكة السنائية مضيفا بأن آمال الشعبين تنتج عن مجهودات ممثليها مؤكدا إن إفريقيا هي الأولى من تسعى للسلام طالبا قرينه المزيد من أجل قطع دابر التوتر الأمني الذي تشهده إفريقيا الوسطى وقال إن شاد وإفريقيا الوسطى تربطهما شوانب عديدة ثقافية منها واجتماعية وكذا اقتصادية وأضاف تكتور هارون كبادي أجدن قال إن الجمعية الوطنية الشادية تقف دوما حول تعزيز السلام والتنمية مع شراكائها من أيل التفادي كل مسائل التحديات زار صباح اليوم وزير استصلاح الأراضي التمدن والسكن بول الأنباي نادوم برفقته منصق مشروع بحر لنا وتقم الإداري بالوزارة وعمدة بلدية الدائرة العاشرة بزيارة إلى قرية قوي الوقع على بعد كيلومترات من العاصمة الجمينة إسرى الفيضانات التي اشتاحت هذه القرية ودواحيها في الأيام الماضية أحمد يسين وتفاصيل هذه الزيارة إن مشروع الاستصلاح المائي والزراعي ببحر لنا هو من المشاريع المهمة التي توفر مساحة زراعية واسعة بالقرب من العاصمة الجمينة لأجل سد حاجة السكان من المحاصيل الزراعية المتنوعة وتوفير فرص العمل للقاطمين بهذه المناطق ولهذا فإن العمل جاري في إقامة السدود والأحواض المائية وبسبب موسم الخريفة فإن العمل توقف لفترة وعليه فقد قام وزير الاستصلاح الأراضي التمدن والسكن بولم بينادومة برفقة معاونه للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن فيضانات نهر شري من منطقة اللينياب باتجاه قرية قوي وكركم ومالو وجوفل وقرى أخرى متخمة لمدينة جمنة في الاتجاه الشرقي من جهتي الوزير بولم بينادومة قال إن هذه الفيضانات مؤسفة لكنها مياه خير وأن الحكومة سوف تعمل مع الشركاء من أجل تكملت مشروع بحر لينياب في وقت قريب حتى لا تتكرر مثل هذه الفيضانات وتؤثر على حياة الناس بقرية قوي ومناطق أخرى أما منسق مشروع بحر لينياب بدوره أكد على أن العمل بالمشروع يسير بصورة جيدة وبحر لينياب ما نعرف كنت أعرف منطقة لينياب في الستينات الألمدة دربة ما بيشكل أي مشكلة في طريقة الوحيدين الناس بنفقها ولسكان قريب قوي رأي آخر حول هذه الفيضانات تبقى الإشارة إلى أن معظم المباني التي تضررت بقرية قوي بنيت على طريق سيلي وجريان الماء منذ قديم الزمان وإلى حفل التوقيع على اتفاقية التعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السويسري تتعلق الاتفاقية على فتح فرص لتدريب الشباب كان ذلك بحضور وزير التدريب المهني وطرقية المهن عبدالله هارون من عجل فتح فرص عمل الشباب والنهوض بتطوير قدراتهم في مجال التدريب المهني جاعت مناسبة توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون السيوسري وتنص الاتفاقية إلى فتح فرص للتدريب المهني لصالح الشباب وخاصة الأنصر النسائي بالإضافة إلى تطوير العالم الرفي وتقدر تقلف المالية لعملية التدريب بأكثر من واحد مليار فرنكسيفا الأقاليم المستفيدة هي إنادي والبطحة ومندول وشري هذا ما أكده مدير التعاون السيوسري لدى البلاد ويلي كراف وزير الاقتصاد وتخطيط التنموي أنجيتو جريانا ينبي أثنى في حديثه على التعاون السيوسري على الدعم المتواصل موضحا أن الاتفاقية تسمح للشباب للحصول على المعلومات من قلال عملية التدريب المحني وتوجيههم أبرى المشاري وأكد الوزير أنها تعد فرصة ثانية لتنمية قدراتهم والإسحام في عملية التطوير والتمكين الاقتصادي للفرد أما وزير التدريب المحني وترقية المحن الصغيرة آدم دانغاين كورجاد هو الآخر شكر التعاون السيوسري لإتاحة الفرص لعملية التدريب المحني وأكد أن هذا يسهم في عملية تقليل نسبة البطالة والهصول على العمل الملائم وتعزيز قدرات الشباب في مجالات العمل أطلقت صباح اليوم وزيرة الشباب والرياضة وترقية حبيبة ساولب أطلقت الندوة العلمية لدمج الشباب في صناعة القرار بتعاون مع منظمة الأمومة والطفولة يونيسيف عن طريق خلية الربط والإخبار سلياف سعيد أحمد المرأة والشباب اثنان إلى ثالثة لهم في نظر التنمية لأن المرأة هي اللبنة الأساسية للمجتمع أما الشباب فهم العضلة الأكثر قوة لرفع معوقات التنمية إذا أتيحت لهم الفرصة وما هذه الندوة إلا خطوة كباقي الخطوات التي تسعى إلى دمج الشباب والمرأة في صناعة القرار ولكن ضمن سياسة البلاد وعدم الخروج عن المألوف الأمين العام لخلية الربط والإخبار لجمعيات النسائية سلياف أنجلوي قالت إن هذه الندوة فرصة ذهبية يجب اغتنامها بالشكل المطلوب وعلى الشباب أن يقدموا أفكارهم وخططهم التنموية لأنها بالتأكيد جد مهمة وأخذها بعين الاعتبار أمر لا جدال فيه رفع الملامع عن الجهات المختصة في كون الشباب لا صوت لهم ولا تسمع آرائهم لن يتحقق إلا بمثل هذه المبادرات هذا ما جاء على لسان وزيرة الشباب والرياضة والترفيح حبيب ساولباق قبل إعلانها عن انطلاق الندوة رسميا ندوة علمية أخذت من الشباب والنساء واجهة لها لوضعهم ضمن قائمة صناع القرار استهدفت هذه الندوة ثلاثمائة جمعية شبابية ونسائية خمس ممثلين لكل جمعية يتبادلون الأفكار والآراء لأربع وعشرين ساعة تتواصل أعمال الملتقى الثالث للبعثة الهولندية حول فتح فرص الأعمال لمتعدد القطاعات والاستثمار في أفريقيا في يومها الثاني على التوالي شهد الملتقى مشاركة كبيرة من قبل رجال الأعمال الجادين محمد عثمان بشير بعد أربع وعشرون ساعة من افتتاه أعمال الملتقى الثالث للبعثة الاقتصادية الهولندية متعددة القطاعات لفرص الأعمال المحتملة والاستثمارات في أفريقيا حيث يواصل أصحاب الأعمال الجادين والهولنديين خطوة بعد أخرى في إيجاد فرص محتملة عبر تبادل الرؤى ووجهة النظر أملا في الاستفادة قدر الإمكان من هذا الملتقى المشاركون بدورهم متفاعلون جدا من النتائج المحتملة تلالة 72 ساعة من أعمال هذا الملتقى فايدانا هو دا هم بس جو هين انت كانت قدرق تبيع قموامك دا ولا غالش لليك فيزا ولا تكافي لك أوتيل ولا تكافي لك شيء انت قم في كارتيا داباتي شنداس في إلتان وتالغانا دم دا وقموامك في اتشاكي ما لك هذا ومن الجديد الذكره بأن هذا الملتقى يأتي ضمن النتائج التي تحققت بفضل الطاولة المستدرة حول الخطة الوطنية للتنمية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس لفتح عفاق جديدة للاستثمار في البلاد ترجمة نانسي قنقر